أورلاندو بايرتس عشان بس الناس تبقى عارفة قيمة وأهمية المنافس اللي موجود مع النادي الأهلي هو كسب مبارح شباب بالوزداد والناس فاكرة ممكن يكون مكسب جاي بايلق يعني أو ممكن مفاجأة لا المتصدر حاليا في دوري جنوب إفريقيا دوري البي اس ال هو فريق أورلاندو بايرتس هو المتصدر دوري جنوب إفريقيا دلوقتي لعب سبع مباريات حقق العلامة الكاملة 21 نقطة طب قدامكم على الشاشة دي نتائج الجولة زي ما انت شايفين مازنبي والموليدية 0-0 يانجي أفريكانز مع الهلال السوداني 2-0 للهلال السوداني موموليدي سانداونز مع منياما الكنغولي 0-0 قال لي كسب شاستاد أبيتجان 4-2 بيراملز كسب سجرادة الأنجولي 5-1 الرجاء خسر على أرضه أمام الجيش الملكي 2-0 شباب بوليزداد زي ما انت شايفين طبعا خسر 1-2 أمام أورلاندو بايرتس والترجي كسب دوجليبة 4-0 عايز أقول لكم أورلاندو بايرتس يا جماعة سبع مباريات كسب السبع مرات في دوري جنوب إفريقيا 21 نقطة انتو بتتكلموا فقاق وحطوا هجوم في الدوري الجنوب إفريقي أورلاندو بايرتس سانداونز في المركز التاني على فكرة يعني سانداونز متأخر في ترتيب دوري جنوب إفريقيا فحاليا المتصدر المشهد في دوري جنوب إفريقيا وفريق أورلاندو بايرتس اللي هل هي لعبه إن شاء الله السبت بعد القادم وما حدش يا جماعة يعتبر المراتش سهل اللي هل هي دائما بلعب سانداونز في أورلاندو بايرتس جاي من بعيد ما لعبناهش مثلا من 2013 أو من كم سنة ففرقة جاية بعيدة عن مستوى الإفريقي لأ قديكم شفت أول بطش لقاءة في الجزار كذبت شباب الوزاد على أرضه وسط جمهوره بمهور الجزار الكبير يعني ملعب خمسة جولية كذبت شباب الوزاد اتنين واحد وبالتالي لما تبص على نتائجه كده في الدوري لأ الهدفين من أورلاندو بايرتس مجاكوبة أربع أهداف لوكاس ساريبيرو أربع أهداف 21 نقطة من سبع جولات عندهم لعيبة دوليين عندكم مجوبة ده مهاجم مونباول سالينج مهاجم موها نكوتا جناح عيمن دي اللعبة بتلعب في منتخب جنوب إفريقيا يعني مطشاط بتبقى مش سهلة مطشاط صعبة فمحدش يستسهل قيمة وأهمية مباراة الأهل وارلاندو بايرتس يوم 7 ديسمبر في جوهانسبرج وقالنا لحضراتكم قبل كده إن الكابتن سامير أمصان هيصبق البعثة 48 ساعة هو الكابتن سامير عدلي عشان يحضروا لكافة ترتيبات استقبال البعثة ويحددوا ملعب التدريب فندو الإقامة كافة التفاصيل إن ده مطش مهم جدا انت رايح تلعب في جنوب إفريقيا انت معك 3 نقاط وأرلاندو بايرتس 3 نقاط لازم بإذن الله ترجع بنتيجة إيجابية لأن أي نتيجة سلبية هتسبب مشكلة تضمنش بولزداد ممكن يكسب استاد أبيتجان في قدفوار فبالتالي المجموعة ممكن تعقرب وتتعقد منك من البداية فمهم جدا ترجع من جوهانسبرج بإذن الله ان شاء الله بنتيجة إيجابية